السلام عليكم الأصدقاء قبل ما بدأوا الفيديو دياننا بغيت ننظر على واحد القادية الخوس الصراحة وخامنا بقيت شكا نبغينا زعمل نجاوبشي كومونطيرات والمسائل بحالك ولكن بعض المرات رخص ضروري تفهمشي ناس لحقاش بقين غالطين وكي خلوا الناس يخضوا علينا واحد فكرة اللي خيبة الصراحة دبا كومونطير الأول زعمل متان جاوبوا علي تاووا على حسب انني شريت المادام طموبيل راه مني شريت المادام طموبيل راه واجب عليا وقلت يا لكم راه كاتبقى هي الزوجة دياني واش انا غادي نسنبها ولا غادي يصرف عليها او غادي نسنى شي واحد اخر او اللي يصرف عليها رخصني انا اللي نصرف عليها اه حقا اه الى مدرشيش لها هكا اراد تنريعلك مثلا اه نهار قد لكم راكا تدير لها خلصة حيط بحكمية مخدامة بسكينة او لك شي دير لها خلصة نعطيها واحد باركة كل شهر كأنها زوجة دياني واجب عليها اراد تنريعلك واش انا غادي نسنبها ولا غادي يصرف عليها عارش شنية الخيبة في هادشي هادا الاصدقاء واي الا مشي تصرف علي شي واحد اخرى ما كان عارف اما كانت عارفين ومشي نصرف عليها ارى كيني شي ناسة الخوطرة لا الى الا الله واش كلك يقول هادشي ارى اغلبية عيالات واش اليك تتعيش فالجاحين بحلا كم عراجلك وذلك شي ارى مشيقع الناس بحال بحال واش انا السيدة مخدامة شو ما نصرف عليها موالو هرى لا يمكن ارى انا كن رفتاخر بهذا الشي هذا كن رفتاخر به واي لا يمكن ان ايضاف هذه والديها ولا اخرى يصرف عليها رأى مهما هي الزوجة ديها رأى انا المسؤول عليها رأى انا اللي خاصت تكفل بيذه السيدة يعني رأى لا يمكن لا نريك تقول لا رأى ميمكن وواحد اخر تلك ارى نقذت وواحد احد قالت ارى كومنتر رأى تستاهل تشري لها هاكا و اهاكا ماشي مشكل وحده نقذت جوبيتها قلت لها عتقاته و را كانت خدام غير في تركيا و عتقاته و اذا كشي و هي اللي جابتني و صيبتلي الوراق و انا شرحت القادية ماذا كن جابتني كتغادين اقول لكم هي اللي جابتني و الناس اللي علافين كيف صيبت الوراق و كيف قدت المسائل ديالي و ادمنت راسي براسي الحمدلله و مهما قلت اذك الكلمة را كانت خدام غير في تركيا انا نقول لك واحد حاجة اختي ارا اخي بحاجة را و الواحد ميكون كيدي بتشي حاجة را انا من اللي ما جابش الله في المغرية بدفعت سيفيات و اذا كشي را ما بقيتش غالسكنشكي و نبكي نقول اي حق البلاد ما وفرط لي والو ما دارت لي تتحالها را انا اللي كتبسؤول على نفسي قلبت بلادات الناس و من اللي جاب الله تيسين خدمت المهم را خدمت في بلاد اخرى اما هلا كان اخدام تركيا و جابت و اذا كشي ماشي اللي جابتني هي ما كانت لخدامة ما عندها دار ما عنده والو يعني الناس البريطاني را عارفين اطلال امورا ديال اصدقاء راهي لواحده ما عنده دار ما عنده والو ما عنده الحق تضمنني ولا تجيبني ولا تسابني الوراق انا كتضمنت الحمد لله راسه و تضمن والله سبحانه وتعالى ضمنت راسي بالمسائل الفلوس اللي كانت عندي في البنك قدتش و راقات الخدمة اللي كتخدم فيها وجاب الله تيسين فاكت جيت الهناي و من البعد من اللي جيت الهناي عادة قدت الوراق على حساب بنتي انا مش قدت الوراق هي اللي جابتني و كنت جابتني كتغاد نقول لكم را هي اللي جابتني و نادرت واحد اخرى قالت اي حقا را كان را كانت معي شاف دار والديها خمس سنين والناس الولين را عارفين را ما سكنتني ايش خمس سنين لما خمس سنين انا بالضبط بالضبط سكنت معاو معاو ولكن احنا غاد نهضر دباب المنطقة الاصديقة انا جيل واحد البلاد اللي ما عندي فيها تحد كنعرفو تشي واحد من غير عائلتا السكنة باش غاد نشري هنا دار ارا كتشوف من الميتين مليون والفوق هراها بقى ما يمكنش انا رأى لا يمكنك غاد ندير الفلوس انا باش غاد ناخد ميتين مليون ناخد بها دار و خاصة نكون مدة هنا عادة باش ناخد كريدي لو بغيت ناخد كريدي فلو فوق و عادة نشري بها الدار ما يمكنش سيدة مخدامش مع عنداش دار وليديها عنده هذيك البنتي اللي عنده اضطريت را الناس كانوا عارفين اضطريت ومساكن راحبوا بيه وسكنت بقاو بمده ديالت قريبا عام ومن البعد انني عاتي ساكن معاهم ووحلة اللي 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 هنا وما خام ديالي اللي يتشي حاجة خيبة ولكن انا نفسيتي ما كانش مرتاحة كنت كنت تحرك بحل شرابه في الدار عندهم يعني اي حاجة درت اخسن قادة اي حاجة بالكليت فيها اخسن غسلها باش من الحش بذلك الشي يشوفوا فيه واحد صورة اللي خيبة ومن اللي بطبيعة الحارب بيشها بتيسير را ديك ساعر اضطريت الخرج وانتنا نكون مسكنتي ونكون بداري ومع ذلك ومع ذلك راح عارفين واحد قصة وعاودتها انا والمادام قالسين وكنت عاودتها في عنات جددها بغي يعطينا الدار دياله وكتب لي بسمتي وراه قالت اي اي قود انا هذا ماذا كي كداب ولا اي اذا شحاجة المادام را كانت برايحة وقالت تهي تهيه في احد فيديو ماشي مش منقاش ندير انا ماشي طماعه قلت لي لا مهما عنده هو ولاده جوج ولاده راه لا يمكن انك تحرم الواحد من الورد ديالو جحاجة والله يطول لي العمر مسكين حنا ما عرفنا شكون الصادق ولكن هو ديال هادك الكلمة قيلها لي امني يلا جيت انا يا عليش هو جدلويز عزيز عليها ب سبعين مليون. وبغي يعطيها لي بسميتي. يعني ما كيعرف ما كنعرفه. انا غير براني اليوم. وليت غير مصيب دياله انا. مشيش الحاجة. وبغي احرم ولاده من هذا الشيء. وقلت لي لا. وراه يتشره. قالتوا المادام ما يفت في فيديو. انا باش يقول بنا دمارا غادي يكذاب. انا الحمدلله الاصدقاء. احنا رجع النقطة. المادام را تستهل. اذا قدرت على قبل هاشي حاجة. راه تستهل. واجب عليا. انا باش تصح احد الناس يقول لك. وحق قيلة ما عطيتها ما درتيش لاذاك الخلصة. او لا ما شريتيش لاذاك الطموبيل. راه غادي تجريع لك. اكدا. راه هي اللي جابتك. ارى ما جابني احد. ما جابني احد جبت الراسي. وبالارادة دي الله سبحانه وتعالي لو قف معي. اه باش غادي بدي يقول يا بنادب هكا كاولا. كون جابني ركب قلت لكم. ركت غادي نقولها لكم. ونعاود نقولها ونعاود نقولها. انا درت لها شي حاجة وخلصتها وعطيتها فلوس ودورت معها. حتى هي مخدماش. مخدماش تسيدك. غادي نخليها نخليها ياتش تطلب. راه ليه يمكن. انا مسئول عليها. وميمكنش لي نخليها تاخد فلوس بعد ببايلة. بباها ادور معاك يبقى فيها الحال امان. يعني راه راه مشكيل انا بالنسبة لي. حتى انا اللي واجب علي نعطيها هذك شر وفره لها. اه واتش اللي كنحنا حاولنا نشرح هذا البلان هذا ما كش كنس حاب راسي غادي ننهضر بزاف هذا الفيديو هذا. المهم الشي اللي اخليك تغادي نمشي نقديم عجدود لويس غادي نمشي عنده بنقادل لهم شي حاجة مساكن. واجده خاصة نديل هذا الموتور دياله دياله دياله. راكم عارف يدي الناس الكبار ديبك يبقاوش قادرين يمشي وخسر ليه وتقيل بزاف خاصة ده ممشي نصيبوليه. اكتغاد نحطه في الفيديو الساعة غادي نحط في هكي عايش مفضل او لا هي عايشة مفضل مع راجلة. هاتش اللي غادي نقول لكم. شكرا لكم بزاف تلقى ان شاء الله في ديو اخر مع السلامة. الناس دي الجنية المغربية اللي مقيمين في هالدول هادو اللي كبليكم ده بحالين على الشاشة جبت لكم واحد الابيكاسو اللي زوينة بزاف وهي سيند ويف. هاد الابيكاسو هذي اولا كسعطيكم واحد الكادو ديال العشرة باوند او العشرق ورط او العشر دولار على احساب الدولة اللي انت فيها. والعملة اللي فيها من بعد ما كتحط هاد البرامو كود باريك. هاد الابيكاسو ده حالين هي احسن ابل كاسو اللي فيها الصرف طالع زائد ما كتخلص عليها تريال زائد فلوس كتوصل في البلاسة. وطريقة السلام كتكون فوافا كاش. من بعد ما كتلي شارج هاد الابيكاسو هذي كتدل سيناب. من بعد سيناب كتبلك هاد الشاشة هذي. باش اول حاجة غادي تديرها باش ابليها لديك البرامو كود باش تاخد كادو ذيل عشر اورو كتتيك على ازائج خانة اللي كتبلكه من تحت. من بعد كتلك على البرامو كود. والبرامو كود هو باريك. كيف كيم بلكون ذلك الحالين. من بعد كت summon الاذاك الكود هنا كتوصل لك عشر اورو او لعشر باوند او لعشرة دولار. من بعد ها لن تحاجز الحق بس في قتال والان واطان وتقدر تصيف تغير واحد واحد اول او واحد توصلرج اللي عشرة casesو. زائد الكل عشرة اوروا اللي عطينا لك فابور هي 11 اورو. هنا كتوصل المغرب في البلاسة. وعندك الحق تصيفط الف اولو في النهار وتلتة الاف اورو في شهر. ومن بعد الى شافوك اكتيف بزاف كيوصلوها لك حتى العشر الاف اورو في شهر. يعني دو ما نحوي الزوينين ان في هالصرف طالع بزاف ما كتخلص عليها حتى ريال. وكتوصل في البلاسة. وطريقة الارسال الاصديقة السهلة بزاف كيف كتباليكم على الشاشة كتحط المعلومات للك الشخص اللي تصرفت ليه اللي هي الاسم ديالو والكنية ديالو الحقيقيين. والشخص اللي بغي يسايفت الفلوس كاول مرة غادي يسايفتهم غادي يحتاجوا منك كارت اي دي. اللي هي اول مرة كأنك غادي تصرفتها غادي يحتاجوا منك تصورها لهم في الابريكاسو باش يحطها لهم. من بعد ما كتبقوش يسولوك عليها. بغيت المعلومات دي لها دي لها غادي تلقى الرابط ديالا في الديسكريبسيو. والبرومو كود هو باريك كيف في باليكم باش غادي تخذو ذلك الكادو دي العشرة او لعشرة باوند او لعشرة دولار. اذا ما كان نكمل الفيديو ديانا.